اشترفت الامينة العامة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان السيدة معزيزة منت كربالي مساء امس في معرض مهرجان مدائن الثراث على اطلاق مسابقات الارعاب التقليدية في تيشيد ضمن افعاليات مهرجان مدائن الثراث وتقتصر هذه المسابقة على ابناء مدائن الثراث مراعاة لبعدها التاريخي والتراثي وتشجيعا لهم على التمسك بخصوصياتهم التراثية كجزء من التراث الوطني تجيب المحافظة عليه وسيحصل الفائزون في هذه المسابقات على جوائز نقدية معتبرة ترجمة نانسي قنقر